تشاؤم يطغى على وجوه الناخبين مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل استتجه نسبة كبيرة منهم نحو العزوف والمقاطعة فيما يعتقد مواطنين بأن إجراء الانتخابات وعدم إجرائها لا يغير من المعادلة شيئا لأن المسألة محسومة ويعادة تدوير الوجوه أمر غير مستبعد تماما بحسب زعمهم يعتقد فريق آخر نجرى الانتخابات في ظل الفوضى العلمة التي يشهدها العراق وانتظار نتائج إيجابية ما هو إلا ضحك على الذقون قانون الانتخابات الجديد رغم أهميته لكنه ما يزال غير متكامل ويفتقر للكثير من الرؤى وهذا ما جعل الكثير من المواطنين يرفعون شعار لن أشارك في انتخابات الدورة الحالية معللين سبب ذلك لعدم وجود مرشحا وفق المواصفات المطلوبة ما يثير الغيبة بحسب استفتاء أجرته وانا نيوز أن أسباب مقطاعة الناخبين لعمليات الاقتراع تنبع من أن أكثر من 90% من المرشحين لا يملكون برنامجا انتخابيا واضحا وجديا إلى جنب الوعود التي يطلقها زعماء التحالفات التي باتت لا تغني ولا تسمن من حاجة المواطن العرقية هذا الاعتكاف لدى الناخب ترسخ من معادلة تقول بأن الوضع العرقي لن يتغير مطلقا ولو بعد ألف عام لأن المرشحين لا يفون بوعودهم التي قطعوها على أنفسهم في بداية الحملة الانتخابية الكتل السياسية وحرسها القديم من القيادات ما زالوا يدورون في فلك التخويف من المجهولة وإنهم الأقدر على درء المخاطر عن العراق ناسين أو متناسين إنهم أوصلوا البلاد إلى الضيع والتشتت والتخلف خلال سنوات حكمهم الثمانية عشر اشتركوا في القناة